عشان نشخص ألم البطن كويس معنا صورة بتوضح أن البطن بيقسموه لتسع مناطق هتنزل لنا الصورة تلاتة فوق وتلاتة في النص وتلاتة تحت الصورة يعني لو أخدنا منطقة الصورة أخدنا خط هيبقى أهم دول تسع مناطق دول منطقة الصورة واحد واثنين وتلاتة دي المنطقة العلوية أربعة وخمسة وستة دي منطقة الصورة سبعة وتمانية وتسعة دول المنطقة اللي تحت الصورة كل منطقة من دي فيها عضو من الأعضاء أو أكتر من عضو اللي الناس مش واخدين بالهم منه قوي دي الأسباب دي أسباب الوجع أسباب الألام لكن قلنا الأول للأعضاء لكن التسع مناطق الأول عشان نتخيل طب هتلنا تاني الأرقام عشان نشوف كل رقم في إيه مكانه في إيه بالزبط نجيب مثلا رقم واحد اللي هو أعلى البطن على اليمين المنطقة دي فيها الفص اليمين من الكبد وفيها المرارة ومعدي هنا القولون الصاعد كيرف منه جاي في الحتة دي وراهم من ورا الكلا وأعلى الحالب يعني لو واحد قال أنه عنده مغس في جنبه الشمال ده واحد ده اليمين من فوق يبقى ده هيبقى حاجة تشريحيا من التسع حاجات دي من الحاجات اللي احنا قلنا يا إما فص يمين من الكبد أو المرارة أو القولون الصاعد الكيرف بتاعه بسموه أو الكلا أو الكلا وأعلى الحالب من ورا ها مسحاجات بالزبط تمام ناخد منطقة نمرة اتنين اللي هي منطقة فم المعدة زي ما الناس بيسموها المنطقة دي فيها الفص الشمال من الكبد وفيها وراها فم المعدة اللي هي التقاء المعدة بالمريق وبيمشي وراها القولون المستعرض وورد كله البنكرياس ده اللي هو رقم اتنين بالسام تمام منطقة رقم تلاتة اللي هي فوق على الشمال دي فيها المعدة نفسها وراها الطحال موجود وراها طبعا بقية البنكرياس يعني البنكرياس الهد بتاعته الرأس بتاعته تبقى موجودة في منطقة اتنين وبتمتد لمنطقة ايه تلاتة ومن وراهم برضو الكلا وأعلى الحالب نبقى كده خلصنا واحد واثنين وتلاتة الحسة اللي فوق منطقة رقم اربعة دي المنطقة اللي ماشي فيها الحالب اليمين والقولون الصاعد في المنطقة دي وراهم طبعا من ورا خالص فيها عضلات الظهر الخلفية وعضلات البطن الأمامية تمام المنطقة رقم خمسة دي المنطقة اللي حوالين السرة دي المنطقة دي يعني مليانة أو هنا الأمعاء الدقيقة في المنطقة دي اللي هي المصران الدقيق منطقة رقم ستة زي التانية بس العكس منطقة رقم ستة فيها القولون النازل وفيها الحالب الشمال ماشي هنا ومن قدامهم عضلات ومن وراهم عضلات تمام المنطقة رقم سبعة اللي هي المنطقة المشهورة أوي عند أغلب الناس يعرفوها اللي هي منطقة الزايدة والأعور وليزب نميز ما بين الزايدة والأعور المنطقة أكرام حاجة واحدة يا آه حتة اللحمة الزيادة اللي طالعة من الأعور الأعور ده منطقة منتفخة في بدايات القولون لمنطقة التقاء النفائفي المصران الأعور ليه هي المنطقة المنتفخة من المصران اللي طالع منها الزايدة منطقة كده منتفخة شوي وبعدين بيطلع منها القولون في المنطقة دي برضو في رقم سبعة بيعدي الحالب لأن الحالب جاي من فوق من الكلة من وراء نازل وداخل في المسانة البولية في المنطقة دي نعم مش فيه كمان المبايد عند السيدات عند السيدات المبيض اليمين موجود في المنطقة نيجي للمنطقة رقم تمانية اللي هي منطقة تحت السرة على طول دي فيها المسانة البولية وفيها عند الستات الرحم منطقة رقم تسعة على الشمال هيبقى برضو أسفل الحالب الشمال وفيها المبيض الشمال برضو موجود وفيها القولون السني اللي هو القولون في آخره وهو نازل قبل ما ينزل على المستقيم بياخد شكل حرف اس كت فبيسموه السجمويد كولون دي منطقة من القولون